أنا منال أبو غوش ماجستير تكنولوجيا لمعلمات والاتصالات في التربية بكالوريا صفولة مبكرة خبرة بالعمل مع الأطفال في مختلف الأعمار وخبيرة تدريب وتقييم برنامج كاش المستوى الثالث مع الطفل العربي بداية رح أشكر الطفل العربي اللي سمحوا لي أشارك وأعطي رأيي بهذا البرنامج لأنه فعلا هو برنامج شامل متكامل بساعد المتدرب على أنه يتعرف من خلال هذا المستوى بشكل شامل على كيفية التعامل مع الطفل وما هي الاحتياجات الأساسية والمهمة اللي يجب أن يعرفها المدرب أو المعلم عن الطفل وكيف ينمو يتطور في خلال هذه الفترة وهي فترة الطفولة المبكرة ومعرفة أيضا ميول الأطفال وفق أعمارهم المختلفة حيث أن الفهم هذا سوف يساعد المتدرب على تطوير العملية التعليمية في مراكز الطفولة المبكرة سواء كانت لديه الخبرات مع العمل مع الأطفال أو ليس لديه خبرات سابقة بالتعامل مع الأطفال وذلك من خلال إعداد بيئة جزابة تتناسب مع مراحل لمو الأطفال وتطورهم والتعامل مع الأطفال من خلال الربط بين المنهج التعليمي في هذا المستوى الثالث النظري في الواقع العملي كما تحدثت زميلتنا الأستاذة لينا وكيفية المتدرب التعامل مع الأطفال بأسلوب علمي متكامل وشامل يشك بشكل منظم ويلم بجميع النواحي حيث يستطيع أيضا التعرف على جميع المراحل النمائية للطفل وكيفية التعامل مع كل مرحلة حسب الفئة العمرية للطفل والإمكانيات الإدراكية والمعرفية لدى الطفل وكيف تطور التحدث والتواصل لدى الأطفال تطوير المهارات الاجتماعية والعواطف كل هذه الأمور سوف يتعرف عليها المتدرب من خلال هذا البرنامج التدريبي وهو المستوى الثالث بالإضافة أيضا إلى الاطلاع إلى التشريعات المتعلقة بصحة الطفل وسلامته كيفية التعامل مع أولياء الأمور مع الزملاء كيفية تحقيق الأهداف المهمة في هذه المرحلة وهي الطفولة المبكرة نمو الأطفال تعلمهم من خلال اللعب والأنشطة الممتعة وفق خطة مسبقة للأنشطة في خلال هذه المستوى الثالث سوف يتعلم المتدرب كيفية وضع الخطط لهذه الأنشطة التي سوف يتم تطبيقها مع الأطفال داخل الغرفة الصفية بالإضافة أيضا إلى دعم أنماط الحياة الاعتيادية والروتين اليومي كالرياضة، الصحة، الصحة الأطفال وغيرها من طبيعة عملي مع الطفل العبر العربي والخبرة في العمل مع المتدربات المستوى الثالث لاحظت أنهم تطوروا كثير من بداية البرنامج حتى نهاية البرنامج وغيروا وطوروا كثير في تعاملهم من خلال تطورهم في الغرفة الصفية والتعامل مع الأطفال في أمثلة كثيرة ممكن نذكر منها جزء بسيط مثلاً البرنامج اليومي اللي كانوا يتخذوه ويتتبعوه يومياً مع الأطفال بدأوا بتغييره لأنه لاحظوا بعد اكتسابهم هاي الخبرات أو تدريبهم بالمستوى الثالث للكاش أنه هناك أساسيات مهمة يجب برمجتها يومياً مثل الأعمال الروتينية اليومية إعادة ترتيب أركان الغرفة الصفية كيف تتناسب مع الفئة العمرية تتنوع هذه الأركان دائماً الإضاءة في الغرفة الصفية الألوان ألوان الجدران كيف بدك تعزز البيئة اللعب كيف ممكن تخطط وتوجه وتقيم أنشطة اللعب كل هذا سوف يتعلمونه المتدربين في المستوى الثالث لهذا التدريب أكتر إشي لاحظته عند المتدربين استفادوا منه كيفي وأنا إذن استفدت منه كيفية التخطيط للأنشطة داخل الغرفة الصفية كيف ممكن أنك أنت كمتدربة تعرف في تخططي للنشاط كيف ممكن تحط الأهداف المسبقة للنشاط ما هي المجالات التي ممكن أن تحقيقيها للطفل مجالات النمو اللي يمكن يحقيقها هذا النشاط ما هو دور المعلم ما هو دور المساعد ما هي الأركان التي يمكن أنك تعمليها في هذا النشاط وتخططي إلها كيف تحقيقي التمايز لكل طفل ما هي النظريات والمناهج الفلسفية التي اعتمدت عليها في التخطيط كل هذه الأمور ساعدت المتدربين بتطبيق الأنشطة مع الأطفال وتطويرهم من خلال في بداية البرنامج التدريبي وحتى نهايته ترجمة نانسي قنقر